السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طالبات وطالبات جريت سيكس يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل الدروس بتاعتنا والنهاردة درس اليوم حاجة اسمها الاترال اريا. اند توتال اريا فور ايت اوف زا كيوب. اند زا كيوبويد. طبعا الكيوب اللي احنا عارفين اللي هو المقعب. والكيوبويد برضو خدناه قبل كده. طيب يا حبيبي احنا دلوقتي ايه هي اللاترال? واحدة هيقول لي ايه هي اللاترال يا مستر? ايه هي اللاترال اريا? عايزين نعرفها احنا مش عارفين. طبعا يا حبيبي الاول عايز اقول لكم ان احنا هنقسم الدرس داع لجزء جزء خاص بالاريال للكيوب. ايه وجزء تاني خاص بالكيوبويد. طبعا احنا لو افترضنا ده الكيوب بتاعنا اهو بالشكل ده. كنا تذكرنا ان احنا من الترم الاول كنا بناخد ان هو ليه كم فيسز? ليه سيكس فيسز. الفيسز يعني ده كده. اللي هو المظلل ده كده وان. واللي قدامه كمان وان. يبقى كده تو فيسز. واللي في الظهر ده كده يبقى كام سريم. واللي من الناحية دي يبقى فور. واللي فوق في الطوب يبقى ايه? فايف. والتحت القاعدة بتاعته. اللي تحت يبقى سيكس. يبقى اول حاجة القيوب احنا عارفين ان هو عبارة عن سيكس فيسز. دي اول معلومة لازم تكون في الدماغن. تاني حاجة اسمها يعني دي التمن رؤوس. يعني اللي في البيت الريد دي. دي كده اسمها يعني فيه فور اللي هي اربع اهو الزوايا دي. او الرؤوس. وتحت برضو في القاعدة بتاعته نفس الكلام. فور بيرتسز. فور بيرتسز and فور بيرتسز ايكوال ايت بيرتسز. يبقى ليه سيكس فيسز وقلنا عليهم. والايت بيرتسز. وعندنا يا حبيبي حاجة اسمها ايه هو اللي هو الحرف ده. ده كده اسمه ايه? اسمه اللي هو ده كده اسمه ايج. من هنا هنا كده ده اسمه ايج. وكده برضو هنا كمان في حتا دي كده في ايج. يبقى كده كام? والجنب ده كمان في ايج. يبقى سري. وهنا كمان في ايج. كل ده ايه? ايج. يعني حروف. كده كام? وفيه فوق يبقى ايت. وفيه تحت في القاعدة يبقى كام? يبقى يبقى اول حاجة لازم نعرفها ان احنا عندنا وعندنا ايت اللي هي تمن رؤوس. وعندنا ايت اللي هي كام? ايت اللي هي الحرف. يبقى عندنا ايت يعني عندنا حرف. ودلوقتي بقى يا حبيبي عايزين نعرف ايه هو اللاتيرال اللي احنا كلمنا عنيه. اللاتيرال اللي هي الجنوب بتاعت اللي ايه? الكيوب اللي قدامنا ده. الجنب ده. والجنب ده. والجنب ده. والجنب ده. يعني اللي هي ايه? اللي قدامنا ده. طب احنا لو حبينا نفوق الكيوب دوت هيبقى شكله عامل ازاي? تعالوا نشوف مع بعض. طبعا عندنا فوق وتحت بيز. بيز علوي وبيز ايه? وعندنا اربع جنوب. تعالوا نشوف لو فكناه يبقى عامل ازاي? لو فكناه يبقى كده فيز وان فيز تو فيز تري فيز فور واللي فوق البيز اللي فوق والبيز اللي تحت. طب يا حبيبي الفور اللي هم جنب بعضيهم دول كده اللي هم اللي احنا شورنا عليهم دول دولة كده اسمهم دول كده مع بعض اسمها ايه? اللي هي هنجيب الاريا بتاعة وان صايد ونعمل تايمز فور ليه? لنهم فور واللي قدامه وان يبقى تو وهنا في الخلف وان وهنا وان يبقى ايه فور يبقى الاريا ان احنا نجيب اريا لوان فيز ونعمل تايمز ايه? للفور. طيب ليه نعمل تايمز الفور لانهم كلهم ايكوال زي? لانه كل واحد كل فيز من دول يا حبيبي عبارة عن سكوير. واحنا عارفين طبعا ال سكوير كانت بنجيب الاريا بتاعته ازاي? بالبساطة جدا احنا كنا بنقول عبارة عن لانس تايمز لانس. كنا بنقول لانس باي لانس. هنا بقى هنستبدل كلمة لانس دي بكلمة ايج. يبقى ايج باي ايج. يعني احنا هنستبدل كلمة لانس تايمز لانس دي بايج تايمز ايج. ويلا نشوفي حبيبي. هيبقى اللي احنا نشتغل بها عليها. هنقول زي توتال اريا. بتاعت اللاتيرال اريا. لان في توتال اريا اللي هي شاملة بقى ايه? الفور سايدس دول مع ايه? التوبيز. فده الوضع بتاعته الجنود دي كلها مع بعض بنسميها ايه? اللاتيرال اريا. يبقى اللاتيرال اريا للكيوب ايقوال. ايقوال ايه? زا اريا. اوف وانس فيز. زا اريا ايه? اوف وان فيز. تايمز فور. طيب. الاريا بتاعت وان فيز بنجيبها ازاي? احنا قلنا اللي هي لانس باي لانس. لانس ايتس لانس. لانس تايمز لانس. طيب. معناه ايه? اللانس ده عبرنا عنه بالايج اللي هو الحرف الواحد. يبقى هتبقى ايه جي لاينز. طايم ايتسالف. ايتسالف لانه سكوير. يعني كل ايه? ايه? بتاعته قد بعضيها. وبعد ما نجيب الاريا بتاعت هنعمل تايمز للفور. لما نعمل تايمز للفور. يبقى احنا كده وصلنا لحاجة اسمها ايه حبيبي? اسمها اللاتيرال اريا. في حاجة بقى بعد ما عرفنا اللاتيرال اريا. وعرفنا انها دي مع بعضيهم. ان احنا نجيب الاريا للسايد الواحد. وبعدين نعمل تايمز للفور. في حاجة بقى حبيبي اسمها التوتال اريا. التوتال اريا بقى دي بنزود معها الايه? البيز اللي فوق واللي تحت. هي تعتبر احنا كنا بنقول تايمز فور. لا احنا هنجيب بس الاريا بتاعت الايه? الوان فيز. بس بدل ما كنا بنعمل تايمز للفور. هنعمل تايمز للسايد. لان في عندنا الكيوب كله مع بعضه يعتبر سكس. سكس ايه? سكس فيز. فلما نجيب الاريا بتاعت وان فيز. بنعمل تايمز للسكس. يبقى احنا وصلنا للايه? للتوتال اريا اوف زا كيوب. بس احنا هنقول الاريا كل مرة بنجيبها ازاي? ايج لانز. تايمز ايج سالف. وبعد كده نعمل تايمز للسكس عشان نجيب التوتال اريا. دي اول حاجة اللي احنا هنشتغل بها. ساعات يا حبيبي بقى بنحتاج ان احنا نجيب الاريا للوان فيز. طب هنجيبها ازاي مستر? احنا عندنا اول حاجة. اللاتيرال اريا وعندنا التوتال اريا. لو عندنا اللاتيرال اريا معناها الايه? الفور سايدس اللي بالجنب. يبقى لازم نعمل ديفايد للفور. او هي اقوال. وان اوفر فور طايمز لاتيرال اريا. طيب لو عندنا التوتال اريا. وعايزين الاريا اوف وان فيز. بنعمل الديفايد للايه للسيكس? او ان احنا نقول وان اوفر سيكس تايمز توتال اريا. احنا هنشتغل مع بعض بترقية حلوة يا حبيبي ان احنا نفكر مع بعض في الاسئلة وطريقة الحل. وبعد كده نظهر الاجابة مع بعض بعد ما تكونوا انتو فكرتوا معنا وحلينا. تكون مكتوبة وجاهزة ان شاء الله. هنا بيقول لك كيوب شيب بوكس. يعني عندنا كيوب على شكل بوكس. صندوق. whose edge lines is three centimeters. find the lateral اريا. وعايز كمان حاجة اسمها اللي هي التوتال اريا. طبعا اللاترال اريا احنا قلنا اللي هو الفور سايدز اللي بالجنب. وعشان نوصل لها لازم نجيب اللي هي الاريال وان سايدز وبعد كده نعمل تايمز اللي ايه? للفور. دي اول حاجة. واحنا قلنا الاول كنا بنقول في اللي هو السكوير. واحنا عارفين في الكيوب كل بتاعته عبارة عن ايه? عبارة عن سكويرز. طب احنا هنا بيديك يعني اذا كانوا بيديك سا هناك كان بيديك في اللي سكوير سايد لينس. بس هنا بنسميها يا حبيبي بنسميها ايج لينس. انا عندي هنا ايج لينس يعني ما عنديش اي مشكلة. ايقوال سري سنتيمتر. يبقى الطبيعي ان احنا نجيب الاريال لوان سايد. هنجيبها ازاي يا حبيبي ان احنا نقول سري تايمز سري ايقوال كام ايقوال نايم. دي فكرة الاولى ان احنا هنشتغل بها ان احنا نجيب الاريال الوان سايد. جبنا الاريال الوان سايد? اوكي. يبقى احنا دلوقتي عايزين اللاتيرال. وعايزين التوتال. بقت سهلة جدا. اللاتيرال نعمل تايمز الاريال بتاعت السايد الواحد في كام? نعمل تايمز فور. والتوتال لازم نعمل تايمز سكس. تعالا مع بعض يا حبيبي بنشوف الحل. اول حاجة قلنا زي ايقوال سري تايمز سري ايقوال سانتيمتر سكوير. طبعا انا ممكن اكتب لغو بس انا يعني فضلت الترية دي الكتابة هنا تبقى واضحة اكتر. واسرع ونفهم منها برضو ان شاء الله. يبقى عندنا جبنا الاريال اوف وان فيز يبقى في الحالة دي تلعت ناين سانتيمتر سكوير. وعندنا بعد كده الاريال ايقوال كان تايمز فور. يبقى ناينز تايمز فور ايقوال سري تايمز سانتيمتر سكوير. ده بالنسبة للايه للتوتال اريا. سوري اللاتيرال اريا. اما التوتال اريا لازم نعمل تايمز كام? الاريال بتاعت الوان فيز تايمز سكس. طيب الاريال بتاعت وان فيز بكم يا حبايبي الاريال مستر بناين. يبقى نكتب ناين. تايمز سكس. ايقوال ففتي فور سانتيمتر سكوير. يبقى اول حاجة بنجيب الاريال بتاعت وان صايد. لو عايز اللاتيرال نعمل تايمز فور. لو عايز التوتال اريا نعمل تايمز سكس. يلا يا حبايبي ناخد مثال تاني. بيقول لك زال اللاتيرال اريا وان كيوب. اوف كيوب از تويني ايت سانتيمتر سكوير. هو بيديك الاريال بتاعت الاي? بتاعت اللاتيرال اريا. كاملة. بالشكل ده. طب يا حبايبي. المفروض نعمل ايه? فايند ايت ستوتال اريا. عشان توصل للتوتال اريا احنا اخدنا القانون يا حبايبي. الروز بتاعتنا ان لما يكون عندك اللاتيرال اريا وعايز الاريال بتاعت وان فيز. كنا بنعمل ايه? كنا بنعمل ديفايد للفور. فالتويني ايت دي يا حبايبي المفروض ان احنا نعمل ديفايد للكام للفور. هتدينا سيفن سانتيمتر. ده اللي هو الاريال الفور وان سايد. وان فيز سوري. طيب هو بيقول لك فاينزة توتال اريا. يبقى لازم الاريال اللي طلعت اللي هي السيفن دي باعت وان فيز. نعمل ستايمز لسيكس. هتدينا التوتال اريا. يبقى السيفنز تايمز سيكس ايكوال فورتيتو. تشوف الحل يا حبيبي. اريا اوف وان فيز زا اللاتيرال اريا ديفايد للفور ايكوال سيفن سانتيمتر. طيب. بعد كده بمدينا توتال اريا. عايزين توتال اريا. فلازم نعمل زي ما احنا شايفين كده. فهتبقى سيفنز تايمز سيكس ايكوال فورتيتو سانتيمتر سكوير. ناخد مثال تاني يا حبيبي. هنا بقى بيدين اللي هو طبعا المحيط اللي برا. احنا عارفين. يعني انت بتتكلم كيوب يعني بتتكلم ان كل صايت في عبارة عن ايه? عبارة عن سكوير. برافو عليكم يا حبيبي. المهم البريميتر او البريميتر ايكوال سانتيمتر. طب بنقدر ان احنا نجيم طول الايج. اللي هو الايجي لانس. ازاي? هو لما يكون البريميتر ايكوال تويني. احنا مش عارفين ان السكوير لما يكون اني فيه فور ايج. ايوة فور ايج. تبقى انت عايز تسايت اللانس او الايجي لانس. الايجي لانس هتجيبه ازاي? بتعمل تويني اللي هو البريميترز ديفايد للفور. هيدينها كام? هيدينها فايف. طيب لما يكون عندك الايج الواحد بفايف تقدر تجيب بقى الاريا للسكوير. كنا بنقول ايج تايمز اتسالف. يبقى فايف تايمز فايف ايكوال تويني فايف. وتقدر ده بالنسبة للاريا. جبت الاريا بس هو كل ده برضو ما حلناش اللي هو مطلوب مننا. هو عايز اللاترال ايريا. وعايز كمان اللي هو التوتال ايريا. اللاترال يبقى لازم نعمل تايمز فور. والتوتال لازم نعمل تايمز سيكس. تعالوا نشوف يا حبايي بالحل. زي ما احنا شايفين. بيقولك بتاعي. اه الفيز الواحد. اللي هو يعتبر يعني ايقوال تويني ديفايد للفور ايقوال فايف سنتيمتر. يبقى اول خطب حبابي نعمل ايه? اول خطوة بتاعتنا. هنجيب ان احنا عملنا البريميترز. البريميترز عملنا ديفايد للفور. الدانة فايف سنتيمترز. بعد كده هنجيب الاريال وان فيز. تلعت فايف ستايمز فايف ايقوال تويني فايف. طيب نقدر نجيب بقى اللاترال. اللاترال يا حبايبي هنعمل ستايمز ايه? للفور. هتدينا وان هندرد. سنتيمتر سكوير. وبعد كده هنجيب التوتال. التوتال توني فايف ستايمز سكس ايقوال وان. فايف زيرو سنتيمتر سكوير. يلا حبايبي ببقى ناخد فكرة جديدة. هنا بيقول لك زال سم اوف ايج لانسز. اوف كيوب ايز وان زيرو ايت سنتيمترز. هنا مديني ايه? الايه? اللي هو السميشن. سميشن يعني مجموع الايه? الايج لانس للكيوب. طبعا احنا عارفين كام ايج في الكيوب. طبعا عارفين انه هو كام يا حبايبي? اللي هو تويلف. اللي هو يعتبر تويلف. طيب. يبقى في الحالة دي? طيب لما عندنا هو تويلف يبقى في الحالة دي نعمل ديفايد عشان نجيب لي الايه? الايج الواحد ادي ايه? طبعا احنا عايزين الايج الواحد لياي يا مستر عشان نجيب الاييرا بتاعة الصيد الواحد. وبعد ما نجيب اكناها حدوتة يا حبايبي. وبعد ما تجيب الاراة للسايد الواحد هتروح تجيب الاراة وبعد ما تجيب الاراة تقدر برضو توصل للايه للتوتال اريا طب انت جبت الايج اللي هي كام اللي هي تعتبر وان زيرو ايت ديفايد للتويلف هتطلع ناين يبقى انت كده ده طول الحرف الواحد اللي هو الايج لانس طب الايج بقى حبايا الاريا تبقى ايج وان وكده يبقى جبنا الاراة للفيز الواحد طب نقدر نجيب الاراة لان احنا نعمل مرة ديفايد للفور ونقدر نجيب التوتال الاريا ان احنا نفس النامبر ده هنعمل ديفايد آآ ملتيبلاي برضو للساكس. ويلا نشوف الحل موضح. جبنا اف كيوب وان زيرو ايت ديفايد تولف اللي هم التولف ايتش اللي موجود ده عندنا فيك كيوب. افتلع ناين سنتيمتر وبعد كده هنجيب بقى الاريا بسهولة اف وان فيز لان اتا طبعا عبارة عن سكوير بتاعته او بتاعته ناين سنتيمتر ناين تايمز ناين ايكوال ايت وان جبنا الاريا بتاعت وان فيز نقدر نجيب الاريا بقى بسهولة ان احنا نعمل تايمز هتديني النتيجة بالشكل لها. وبالنسبة للتوتل اريا هنعمل تايمز سيكس تديني فور ايت سيكس. وطبعا بالقالة لحاسبة تقدروا تحسبوها بسهولة جدا. معانا احنا قلنا طبعا اللي هي ايتي وان. اول حاجة طبعا اللي مش حافز الا اول حاجة بنقول للوان زيرو ايت عشان نجيب اللي هو واين زيرو ايت دي وايد للتولف ايكوان لاين سنتيمتر جبنا دي هنقول ايتي وان ايتي وان دي يبقى احنا جبنا الايه اللي هو الاريا اللي ايه لسايت واحد او لفس واحد طيب نقدر بنجيب اللاترال بنقول ايتي وان تايمز فور ايكوان تري هاندد تويني فور. بعد كده ايتي وان عشان نجيب التوت الاريا تايمز السيكس ايكوان فور ايت سنتيمتر فور ايت سيكس سنتيمتر سكوية. وكده حبا يبن يكون خلصنا بارت وان من اه اللي هو الاريا اه او الاريا للقيوب. طبعا ده هندده لكم واجب الجزء اذا كده وان والتو دول هتحلهم بنفسك ولو في اي جزء واقف قدامك. اه تكتب لي في كومنت ونشرحه ان شاء الله المرة جاية. بعد كده المرة جاية ان شاء الله هناخد اللي هي السكند الاريا برضو والتوتل ايريا بس الايه? لحاجة اسمها القيوبايد. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. ما تنسوش تشتركوا في القناة وهتلاقي في اسفل الفيديو. لينك يوصل لك لكل الحلقات السابقة ان شاء الله بتاعت الترم التاني. اه ما تنساش تشترك في القناة تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وشير عشان اصحابك يستفيدوا منه. اه وتعمل طبعا تفعل الجرس وتختار منه كل عشان يوصل لكم مني كل جديد. معكم مستر اسامة الهادي. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.